اهلا بكم في كورس امن شبكات الحاسبات والمعلومات معاكم المحاضر دكتور محمد عدلي الهدف من الكورس انه يؤهل المبتدئين او متوسط المستوى في مجال امن الشبكات الى الوصول الى مستوى عالي احترافي في تأمين الشبكات الكورس بيغطي الخلفية الاكاديمية اللزمة وكمان الادوات العملية المستخدمة في عملية تأمين شبكات الحاسبات والمعلومات الكورس بيساعد القائمين على تأمين الشبكة انهم يدخلوا عنصر تأمين الشبكة من لحظة التصميم الى لحظة التشغيل الى لحظة تقديم الدعم الفني لشبكة قائمة بالفعل وتم تصميمها وبناءها الكورس بيوري اهمية ادخال عنصر التأمين في كل مرحلة من مراحل تشغيل هذه الشبكة بنهاية الكورس حيكون عندك دراية كاملة بكل المفاهيم والمصطلحات المستخدمة في تأمين الشبكات وكمان كل الادوات العملية المستخدمة لتأمين شبكة او لعمل اختبار للتأمين دوت او لتقديم الصيانة والدعم الفني لحد قائم على تأمين شبكة دكتور محمد عدلي حصلت على بكالوريوس هندسة الاتصالات والالكترونيات سنة 98 حصلت على ديبلوما في شبكات الحاسبات سنة 99 وعلى الماجستير في شبكات الحاسبات سنة 2005 وعلى اربع شهادات من شركة سينز في مجال تأمين البيانات والمعلومات منها اساسيات التأمين منها معالجة مشاكل امن المعلومات منها شهادة في الجدار الناري او شهادة في تأمين الشبكات اللاسلكية سنة 2009 حصلت على الدكتوراه في شبكات الحاسبات والمعلومات سنة 2014 كمان انا مدرس معتمد من شركة ديل كارنيجي وبعمل بالتدريس في مجال الشبكات ومجال امن المعلومات منذ عام 1999 الكورس بتاعنا منقسم الى 8 محاضرات المحاضرة الاولى حنوضح ازاي التصميم يكون امن من وجهة نظر شبكة لسه بتتعرض لمسألة التصميم والبناء المحاضرة التانية حنقدم عناصر التأمين لشبكة افتراضية او ما يعرف بالفيلان المحاضرة التالتة حنتكلم عن الجدار الناري او الفايرول اهميته في عملية التأمين وكيفية وضع الوضع الصحيح داخل الشبكة المحاضرة الرابعة حنتعمق اكتر مع الجدار الناري وحنعرف كيفية عمل الضبط والكونفجراشن والتعليمات اللازمة لتشغيل الجدار الناري بشكل صحيح المحاضرة الخامسة حنتكلم عن امن الشبكات اللاسلكية اللي هو المفروض المرحلة اللي متطورة شوية عن امن الشبكات السلكية المحاضرة السادسة حنتكلم عن مسح مخارج الشبكات او ما يعرف بالبورت سكانينج على الشبكة كمرحلة لحماية والدفاع عن الشبكة المحاضرة السابعة حنتعرف عن التنصت على الشبكات او ما يعرف بالسنيفنج واللازم للتعرف على طبيعة الاشارات الكهربائية اللي بتمر بهذه الشبكة وما هو آمن منها وما هو معرض للمهجوم المحاضرة التمنع حنتعرف على الأجهزة الكشفة للاختراق أو ما يعرف بال-IDS أو ال-IPS الأجهزة اللي بتدي إنذارات بتتعلق بعملية الاختراق الجاري للشبكة أو بتتخذ إجراء لصد هذا الاختراق القائم بالفعل شكرا